منذ أن وضع السيد السوداني أقدامه في تشكيل الحكومة وهاجس أو لنقول هوس الوجود الأجنبي في العراق يمثل واحدة من النقاط الارتكاز الأساسية في برنامجه الحكومي ولهذا إذا نلاحظ في كل مناسبة محلية أو أقليمية أو دولية يؤكد السيد السوداني على ضرورة أنه انهاء التحالف الدولي في العراق وتحويل العلاقة من علاقة العراق مع التحالف الدولي إلى علاقات بينية ثنائية بين مكونات التحالف الدولي أعتقد هذا الأمر يمثل منجز كبير للسيد السوداني يرافق المنجزات المدنية الأخرى الداخلية وحتى على مستوى العلاقات الأقليمية والدولية هذا عندما نقول أن السيد السوداني يؤكد على انهاء التحالف الدولي لا يعني أن هناك ثم تقطيعه مع هذه الدول وتحديدا الدول الأوروبية والدول الأمريكية الاعتبار أن العلاقات الأمنية والعسكرية تبقى علاقات ثنائية ما بين الجانبين نحتاج الدول الأوروبية في جوانب التسليح في جوانب التدريب في جوانب الاستشارة وحتى في بقية المنظومات المتعلقة بالجانب الأمري من جانبهم كيف ستتفاعل أوروبا مع هذا التحالف الدولي؟ من خلال اللقاءات الثنائية مع السيد السوداني وجدنا تفاعل وقبول ورضا للتعاطي الثنائي لأنه عندما يتعامل العراق مع بريطانيا ومع فرنسا مع هولندا مع ألمانيا كدول متكافئة بالتأكيد هذا يمثل نقطة انطلاق مهمة لهم وكما هو معلوم العلاقة ليس فقط علاقة التشابك في الجانب الأمني الإنعكاسات الإيجابية على الجانب الاقتصادي على الجانب التجاري على الجانب الصناعي بالتأكيد أرض العراق خصبة ولهذا أعتقد أن العلاقة هي علاقة متشابكة ومترابطة فيما بينها استجابة الدول الأوروبية لهذا الطلب وليهذا التعاون يمثل أيضا نقطة مهمة في التعاون بين الجانب وممكن أن يتوجه إلى الناتو لتعزيز شراكاتها تعزيز منظومة الأمني والجسية من خلال اللقاء السيداني اليوم بالتأكيد مع رئيس بحثة الناتو في العراق العراق بحاجة إلى بحثة الناتو وليس كقوات عسكرية وإنما للتعاون أمني وشراكة مستدامة. طيب زيد جمع نستمر في الحديث في الجانب الأمني وتحديدا هنا ملف التسليح دائما ما يتصاعد الحديث ويكثر الحديث عن منظومات جوية متطورة لحفظ سيادة والأجواء العراقية. لكن العراق إلى الآن لم يتعاقد لشراء هذه المنظومة. شو الأسباب؟ هناك جهات ممكن تمنع العراق بشراء منظومات جوية متطورة. من خلال متابعتنا يعني بعد الانتصار على تنظيمات داعش الإرهابية ما وجدنا ثم تجدية لدى الحكومات التي تلت الانتصار مثل الجدية التي وجدناها في حكومة السيد السوداني. وما وجدنا ثم تشفافية كما وجدناها في هذه الحكومة شخصوا مكامل الخلل أين نقاط الضعف في قدراتنا العسكرية وبالتالي هناك انفتاع على دول أوروبية وعلى روسيا وحتى الصين في قضية التعاطي مع دفاعات جوية وغيرها على احتبار هذه تمثل نقاط رخوة في الجانب الأمني. عندما يقول السيد السوداني بأننا لسنا بحاجة إلى تحالف دولي وقدراتنا العسكرية كافية. يعني أنه وضع في أولوياتها لا بد أن نستكمل مقومات التسليح الأمني والعسكري في الداخل العراقي حتى نكون فعلا قادرين على حماية سمائنا وأرضنا ومياه. ما يمكن لرئيس الوزراء يفعله اليوم بالتالي فيما يخص التعاقدات العسكرية؟ الآن كل الدول والشركات العالمية فيما يتعلق بالتسليح منفتي على العراق والعراق أرض خصبة ليس فقط في الجانب الصناعي في الجانب التجاري حتى في الجانب الأمني وفي الجانب العسكري. روسيا أكدت قبل مدة قليلة بأنها على استعداد للتعاون مع الجانب العراقي لتسليحه فيما يتعلق بمنظومات أرضية أو حتى في منظومات جوية وهكذا بقية الدول. إذن ليس لدينا مشكلة العلاقات الانفتاح السياسي والاقتصادي مع دول العالم بالتأكيد من شأنه أن يكون له مردود إيجابي في جانب التعاون في الجانب الأمني والعسكري. سيدي في الجانب الاقتصادي هل ترى هناك مؤشرات إيجابية للشركات الأوروبية لتوجه للسوق العراقي؟ هذا وضح شوفوا الآن مثلا في البصرة تجد أن شركة شل تعمل منذ سنوات الهولندية في جانب الطاقة في جانب الغاز. أيضا في زيارة السيد السوداني إلى هولندا التقى بمجموعة من مدراء شركات هولندية وحتى عالمية فيما يتعلق بالمدن الصناعية. الآن العراق متوجه باتجاه ثورة صناعية حتى في ألمانيا هناك لقاءات مع دول أخرى فيما يتعلق بالمدن الصناعية في الجنوب. هذه المدن الصناعية مرتبطة بطريق التنمية. شركات يسيل لعابها على هكذا أعمال استراتيجية وكبيرة. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن البيئة الأمنية والسياسية في العراق في الوقت الحاضر غير مسبوقة قياسا للسنوات السابقة. علاقات بينية ما بين القوى السياسية هادئة. العراق لأول مرة يوجد ثمة أرضية خصبة وعلاقات استراتيجية مع كل دول الجوال والدول العالم. ماذا عليه أن يفعل ليعزز هذه الرغبة للشركات الأوروبية للدخول لله؟ الآن كل الإمكانيات متوافرة. بمعنى هناك ضمانات سيادية من قبل الدولة العراقية. أزاء الشركات التي تتخوف من العمل فيها العراق. العراق ضامن مالياً واقتصادياً للشركات الأهلية العراقية. الآن هذه المصانع وغيرها، الطاقة، كلها أبارة عن شركات أهلية العراقية. من هو الضامن؟ الضامن الدولة العراقية. العراق لديه وفرة مالية أيضاً كبيرة ومستقرة. الآن تقريباً نكاد أن نصل إلى نسبة العجز في الموازنة إلى الصفر. هذا بكتأكيد يمثل أطمئنان يضاف إلى الأطمئنان الأمني والعسكري والسياسي العراق. طيب، ملف الأمني للمنطقة تحديداً الحرب على غزة كثف من سعي العراق الدولي. ماذا يمكن للعراق أن يقدم الرسائل بالتالي تؤدي إلى العالم هنا؟ أقصد بالتالي تؤدي إلى إيقاف الحرب على غزة؟ ابتداءً، واحدة من مميزات حكومة السيد السوداني وشخص السيد السوداني أنه الدولة الوحيدة الرائدة في الدفاع عن قضية فلسطين وغزة. وهذا الأمر غير مسبوق يعني حتى خلال السنوات الماضية وقبلها كان العراق ربما يكون أحد الدول المدافعة عن قضية فلسطين. أما الآن فهناك ثم تقاب مسافة فيما بينه وبين بقية الدول العربية الأخرى. يعني لأول مرة نسمع تصريحات بمستوى رئيس وزراء عراق يتحدث عن إدانته ومواقف الدول الأوروبية كما يسميها السيد السوداني اللا أخلاقية في التعاطي مع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. يعني عدل إدانة سيد جماعي. هذه المواقف؟ طيب، هذه المواقف واضحة. عدل إدانة ممكن للعراق يلعب دور في هذا المجال؟ بالتأكيد يعني شوفي الآن بدأت أغلب الدول الأوروبية وغيرها ربما تتضامن أو تقترب من الرأي العراقي حتى أمريكا. يعني إذا نلاحظ أيام طوفان الأقصى في يوم 17 غير الموقف الذي نراه اليوم. العراق شخص نقاط الحلول الحقيقية والسيد السوداني شخص نقاط الحلول الحقيقية. لا بد بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. لا بد للسماح للشعب الفلسطيني بالتعبير عن رأيهم. لا بد من إيقاف الحرب. إيقاف الحرب هو السبيل الوحيد لإيجاد بيئة حوارية مستقرة. هذا قبل شهرين من هذا الوقت. الآن كل الدول أو غالبية الدول الأوروبية والأمريكية وحتى العربية تتحدث بنفس الحديث التي تحدث بهم السيد السوداني قبل ما يقارب شهرين من الزمان.